السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طبعين الأعزاء النهاردة معنا طاقة الأبراج لشهر ديسمبر 2023 من الناحية المهنية والمالية والعطيفية إن شاء الله بس أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير والتعليقات الإيجابية الجميلة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين ويقدروا يستفيدوا منه أما برج السرطان بيبدأ من 22 يونيا إلى 22 يوليا هنتكلم على المستوى العملي والمالي وبعدين العاطفي مالياً ومالياً يا مولود برج السرطان عندك نجاح في مشروع والأمور هتسير بشكل جيد إن شاء الله فيه شيء كبير قادم لك الشيء ده هيكون كويس كرس نفسك لإنجاز العمل ده بشكل جيد هو ممكن يكون شاق شوية ولكن هيؤتي سماره هيدخلك دخل وفرة ما كنتش تحلم بها أساساً يعني مش عايزة أقولك إن انت مثلاً ضيعت فلوس كتير جداً 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 في الفترة اللي فاتت وكانت الأمور صعبة معاك ولكن بالفعل هيدخلك دخل غير متوقع ممكن تقدر تعمل منه نجاح كبير في الاستثمار أو فتح مناصب جديدة أو شغل جديد البعض منكم يتوقع طرقيات وممكن يكون عنده عبق أكثر عليه في العمل ممكن يكون بيشتغل شغل أصدقاء له وبيشيل شغل زملاء زيادة عن طاقته يعني حاول إن أنت تحتفظ بطاقتك كمان تأكد من اتباع شغفك وأهدافك في الفترة دي فقد تحصل على منصب خيادي عندك نجاح وتقدم إن شاء الله كمان في حاجة أنت هتدرسها أو هتتعلمها جديد دي هتضف لك دخل إضافي البعض منكم عنده انتقال إلى عمل جديد ممكن ربما يكون العمل ده في مدينة تانية أو بلد تانية أخرى البعض بيفكر أنه يسيب العمل ويبحث عن مكان أفضل وده عشان كده بقول احتمال يكون فيه انتقال ربما محتاج لأجازة قبل ما تنتقل للوظيفة الجديدة دي البعض منكم محتاج تنظيف طاقي قوم بالتأمل بالصلاة بالأسكار البعض منكم حاسس إنه هو محتاج إنه هو ياخد هدنة كده مع نفسه سواء بقى من العلاقات حتى العاطفية أو العلاقات العامة أو الحياة العامة عموما يعني على المستوى العاطفي من الواضح جدا إن فيه علاقات حب وسيارة ولكنها مهمة البعض أثر فيكو بجرح عاطفي مؤثر جدا وذلك اتخذتوا قرار ربما إن انتوا ضحيتوا بالشخص من أجل إن انتوا تريحوا عصابكو يعني الواضح إن كان فيه تفكير كتير جدا وكان مجهد عليكو هذه العلاقة أو كان فيها طرف تالت وتأذيتوا فيها كتير البعض منكم عنده قود علاقة مع شخص الشخص ده هيكون آمن ليك هيكون مش مخادع يعني علاقة أمينة خالية من الخداع خالية من الخيانة غالبا إما برج ترابي إما برج مائي البعض منكم عنده ياخد حذروا بس شوية كده من بعض المشاكل مع أنت زملاء أو بعض المشاكل مع العائلة لأنه شايفة إن فيه علاقات مضطربة شوية أو إنت مش حاسس بالأمان في العلاقة ولكن شايفة كمان إن البعض هيخش علاقات جديدة وهتكون مناسبة جدا ليك وهتكون ملأمة هتسيب علاقة سامة وهتنتقل لعلاقة جديدة البعض بيفكر لانتقال لمنزل جديد أو مكان عمل جديد كمان شايفة إن معظمكم عنده إصلاح علاقة كانت معك في الماضي وهتبتدي تصلحها وتعدها من أول وجديد تاني يعني الشريك هيصلح الأمور معك كمان شايفة إن البعض منكم عنده حفلات زفاف أو تجربة جديدة أو خطوبة إن شاء الله بالتوفيق يا موليد برج السرطان أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير واللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكو كل جديد إن شاء الله